نجاح تلو الآخر تحققه مملكة البحرين من خلال استضافتها وتنظيمها لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا ون 2021 وسط إشادات كبيرة بقدرة المملكة على تقديم هذا المستوى التنظيمي واللجستي في ظل الظروف التي يشهدها العالم والتي فرضتها جائحة كورونا عام بعد عام تعزز مملكة البحرين من مكانتها المرموقة التي تحتلها على خارطة الرياضة الدولية بنجاحها الباهر في استضافتها وتنظيمها لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا ون وتتجلى قدرة البحرين بالمقومات الجاذبة التي تمتلكها المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى والتي عززتها خبرة تراكمية لأبناء مملكة البحرين مكنتهم من النجاح في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية في كل كفاءة واقتدار وسط إجراءات احترازية وتنظيمية محكمة أبهرت العالم في ظل ظروف استثنائية وقد عكست هذه القدرة الثقة التي يبليها العالم للبحرين وبما تمتلكه من إمكانيات وقدرات وطنية خالصة وإدارة محترفة لاستضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية والأحداث الرياضية الكبرى وتمضي مملكة البحرين قدما لتحقيق مزيد من النجاحات التي تحظى برعاية وتوجيهات ملكية سامية وبجهود متواصلة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث يبرهن نجاح مملكة البحرين في تنظيم هذا السباق العالمي الذي أصبح داعما ورافدا للاقتصاد الوطني ومعززا لصناعة السياحة يبرهن على أن أبناء البحرين أهل للتحديات ويستمر تميز مملكة البحرين في التنظيم المتقن لهذا السباق العالمي وفق الخطط الموضوعة رغم تحديات الجائحة ليضيف لسجل نجاحات حلبة البحرين ويرسخ اسم البحرين على خارطة السباقات العالمية ويؤكد تميزها في مجال تنظيم سباقات الفورميلوان بسواعد وطنية مخلصة